أنا فتاة حديثة الزواج من شاب يكبرني بحوالي 15 عاما وهذا الشاب لا يرغب إنجابه وهذا الزوج لا يرغب إنجاب الأولاد حاليا ويسر على ذلك لذا فقد استعملت حبوم منع الحمل ولكن عندما حصل حمل بإذن الله ذات مرة ومضى عليه فترة أصر زوجي المذكور على إسقاطه أو على إسقاط الحمل وأخذني إلى المستشفى وتم إسقاط الجنين بالرغم من أني أشعر بالذنب مع أن في ذلك إزهاق روح بغير ذنب ومما زاد في قلقي هو ما أخبرتني به إحدى الزميلات أن امرأة حصل لها قبل ذلك وأسقط الجنين فعاقبها الله بأن حرمها من الذرية لمدة طويلة وبعد العناء جاءهم مولود مشوه وسقيم وقالت لي الزميلة أنه ينبغي الرضا بما كتب الله من الحمل وعدم إسقاطه لأنه خير ونعمة من الله وأن هناك الكثير ممن حرموا من الأولاد يتمنون الأولاد ولكنهم لم يجدوهم سؤالي ما هو حكم عملي وزوجي بإسقاط الجنين بحجة أننا لا نريد الأولاد الآن لنتمتع بشبابنا كما يزعم زوجي البالغ من العمر 38 سنة أرجو الإضاح والنصح جزاكم الله خيرا ما ذكرته السائلة من التهرب من الحمل هذا خطأ كبير وربما يكون هذا الزوج تأثر بالدعايات الباطلة التي تنفر من الإنجاب وتنفر من الحمل والذرية الواجب عليها أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الأولاد نعمة من الله عز وجل وفيهم خير لوالديهم وللأمة إذا أصلحهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الولد حث على الزواج من أجل طلب الذرية تزوج الولود التي تنجب كل ذلك طلب من باب الطلب والترغيب في حصول الذرية فما فعلتموه من أخذ الحبوب لتأخير الحمل هذا خطأ كبير وأما إسقاط الحمل فهذا جريمة كبيرة إسقاط الحمل بعدما يستقر ويتحقق إسقاطه من أجل عدم الرغبة في الحمل هذا جريمة كبيرة وتهرب من حمل موجود وهو أشد من تعاطي الحبوب في الأول من أجل منع الحمل أصلا وإن كان ذلك أيضا منهيا عنه ولا يجوز لكن إسقاطه بعدما استقر ووجدها لا أشد إثما لأن الدافع هو عدم الرغبة في الولد وليس الأمر من باب العلاج أو من باب أكان له نظر آخر لكن هذا كما ذكرت السائلة أنه عدم رغبة في الحمل والإنسان لا يتصرف في نفسه وفي غيره إلا بإذن الشرع والسؤال أهل العلم قبل أن يقدم على شيء فما فعلتموه هذا يكون من باب الخطأ الكبير وإذا كان هذا الحمل قد تم له أربعة أشهر ونفخت فيه الروح وأسقطتموه بعد ذلك فإن هذا يعتبر من الجناية على الجنين وهذا يوجب يوجب الدية وهي الغرة التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عشر دية أمه عشر دية أمه ويوجب الكفارة أيضا كفارة القتل عند بعض العلماء لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فالحاصل أن هذا عمل خطأ ولا يجوز المسلمين أن يتهربوا من الحمل إلا إذا كان يترتب على الحمل مضار صحية لأن تكون المرأة إذا حملت تضرر صحيا في بدنها ويخشى عليها أو يخشى عليها من التلف في هذه الحالة يجوز أن يتعاطى ما يؤخر الحمل لا ما يقطعه بل ما يؤخره إلى فترة إلى فترة جوال هذا العذر أما والصحة تأمى وهيئة للحمل فلا يجوز التهرب من ذلك لا أذهبكم الله الحقيقة في رسالة الأخت السائلة إشارات إلى كلام زميلتها في حكاية المرأة التي منعت الحمل ثم عاقبها الله بانقطاع الحمل فترة ثم مجيء طفل مشوه ألا يسأل فضيلتكم تعليق على ظواهر مثلاً على مثل هذه الظواهر ليس هذا ببعيد أن تعاقب المرأة إذا أسقطت الحمل لغير مبرر أو تهربت منه لغير مبرر أنها تعاقب بالحرمان من الحمل أو تعاقب بما ذكرته السائلة من مجيء طفل غير سليم وغير سوي العقوبات لا تستبعد من الله سبحانه وتعالى فهذا أمر يخشى منه وما يصيب الأجنة الآن من كثرة التشوهات ومن كثرة التغيرات لا يبعد أن هذا عقوبة من الله للبشر الذين صاروا يتصرفون هذه التصرفات السيئة نحو الحمل ويتهربون منه استطولة أن الله عاقبهم بهذه الظاهرة وهي كثرة وجود المشوهين من الأجنة مما أعضل الأطباء الآن وصاروا يبحثون عن الخروج من هذه الأزمة نعم بارك الله فيكم بالنسبة فضيل الشيخ للنظرة التي يرى هذا الزوج وأمثاله من بعض الناس الذين يعطون الشهوات أكبر من حجمها في مقولة أننا نريد أن نستمتع بشبابنا ما علاقة هذا بوراء المسلم وتقواه؟ المسلم لا يقدم على هذا العمل ويتعرب من الحمل بحجة أنه يريد التمتع بشبابه لأن الحمل لا يمنع من التمتع الحمد لله لا يمنع من التمتع ولا يمنع من قضاء الوطر وفيه زيادة خير وهو حصول الذرية لكن كما ذكرته في الجواب السابق ربما يكون هذا الزوج ممن تأثروا بهذه الدعايات والمسلم لا يتأثر بالدعايات الباطلة بل ينظر إلى حكم الشرع وإلى المصالح التي رتبها الله سبحانه وتعالى على وجود الذرية مبارك الله فيكم